أظهر استطلاع لرأي أجرته صحيفة معارف الإسرائيلية تراجع تقة الناخبين الإسرائيليين في حكومة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو كما أشارت صحيفة إرتفاع نسبة تأييد الإسرائيليين لحزب معسكر الدولة الذي يتزعمه باني جانيتس مما قد يؤهله للفوض حال إجراء الانتخابات بالتزامن مع الهدنة الإنسانية بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة تتفاوت توجهات الرأي العام في إسرائيل حول اتجاهات الناخبين ومداثقتهم بأحزابهم من عدمها وبعد تصويت الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على صفقة المحتجزين أجرت صحيفة معارف استطلاعا للرأي أشارت خلاله إلى أن حزب معسكر الدولة الذي يقوده الوزير الحالي في حكومة الطوارئ بين جانيتس يحظى خلال الفترة الحالية بثقة كبيرة في أوساط الإسرائيليين ما قد يؤهله للحصول على 43 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست حال إجراء انتخابات وأظهر الاستطلاع أن 27% فقط من عينة الاستطلاع يدعمون رئيس الوزراء الحالي بن يمين نتنياهو على الرغم من احتفاظ حزب الليكود بحسب الاستطلاع على 18 مقعدا بالكنيست فيما تظهر نتائج الاستطلاع انخفاضا في عدد مقاعد حزب هناك مستقبل الذي يتزعمه يئير لابيد إلى 13 مقعدا التطورات بشأن قضية المحتجزين ترسم معالم خارطة النفوذ السياسي الحزبي في إسرائيل وهو ما أبرزته صحيفة معاريف التي قالت إن اتلاف المعارضة بلغ أرقاما قياسية بعد توقع حصوله على 74 مقعدا في الكنيست صحيفة ولا الإسرائيلية بدورها نقلت عن مسؤول أمني كبير قوله إن هناك ضغوطا دولية على إسرائيل لتجنب المرحلة التالية من التصعيد في جنوب قطاع غزة وذلك بعد وقف إطلاق النار المؤقت الذي جاء في إطار صفقة لإطلاق صراح إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة